أصدرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة بيانا مشتركا أعلنتا فيه رفضهما واستنكرهما للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الأحداث الأخيرة في عدن وأبيان وشبوى وأكدت حكومتا البلدين ضرورة الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة تحالف دعم الشرعية لفضل اشتباك وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكرية لقوات التحالف كما طالبت حكومة البلدين بالإسراع بالانخراط في حوار جدة الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية لمعالجة أسباب وتدعية الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية في اليمن